فالواجب على العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يوحده في هذه العبادة العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ويا ريت الأمور لما انتضيق الناس تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يفرج الكرب والذي يرفع البلاء والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى والله كثير من قول لو الناس شكرت الله في وسط البلاء لفتح الله علينا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابه لشديد لو الناس دعت الله من القام بالليل قال يا الله أهل السودان ذي التعبوا فرج عنهم من القام من اللي انكسر لأ الله سبحانه وتعالى وتاب كان في معاصي وتاب رجع قال يا الله أنا توبت فرج عننا منو البلاء بالنهار والمعاصي بالليل حفلات شغالة كررر هايين والشقالاب والفتحاب والإيه بالليل شغالين إذا معاصي بالنهار بالليل سجائر صعود أغاني تبرج سفور اختلاط وغير من المعاصي تخش السوق ده ده ذهر له مجلدات وكتب تحايل على الربا تحايل على بيع ما لا يملك وكذا 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 بنوك شغالة تخش البيوت ترى العجب العجاب مسسلات أفلام غير من الأشياء تجي الزواج نعمة اقلبوها نقمة ومعاصي حفلات جوطة ورقص تجي الوفاء ده ابتلاء بدل الصبر والدعى للميت والترحم عليه وكذا وكذا نقلبوها بدع في الرخاء وفي الشدة في السراء وفي الحزن يعصون الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله لشان كان يماع الناس تركز على الأمر ده وده أساس الدين وموضوع التوحيد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بل التعج بالخرافات يا أخناس الواحد تروح منه شيء مش لفلان شوف له الرائحة وين كجر له الرائحة والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون طفل الدوء يعلق فيه كمون ولك ده بحفظ من العين والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وعلق حجبات والله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله والآيات تتلى والحاديث والمواعظ والدروس وصدق الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ودي قضية من بدري الكفار عارفين لمنتج القرب ما فرج إلا الله سبحانه وتعالى ونحن دارين نفرج الكرب بغير الوسائل الشرعية كفار من زمن فرعون فرعون ذاته قال أنا ربكم الأعلى لمن جاءت الكرب ضفادع الدم وغير من الأشياء قالوا يا موسى أدع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم كفار عارفين لمنتج المصيبة إلا الله بس البفرية كفار قريش فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون العبد يلجأ إلى الله ويوحد الله ويحارب الشرك بالله سبحانه وتعالى وينصر دعوة الله جل وعلا وبهذا تكون النجاة في الآخرة ويكون العلو في الدنيا العلو النافع هدهد من دعا للتوحيد وغار من الذين وقعوا في الشرك بالله الله جابه في القرآن هدهد طيرة قالت وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم كلب ماشى مع موحدين الله جاب فيه سرط الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد وهكذا رجل ممن ابتلي بأصناف البلاء قيل كان أبرص وقيل كان فقيرا وقيل 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 دعا إلى التوحيد فرفع الله ذكره وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني شنو هن حاولوا يهينوه في الدنيا والله أكرم وجعلني من المكرمين الزهلاء جماعة يكون حريص أولادك في البيت ربيهم على العقيدة والتوحيد الوالدة كبيرة في السن الحق قبل ما تفارق الدنيا ده أعظم بر تقدم لها توديها المستشفيات توديها تضعيمة تسقية يبلاد الربات والحقن والدكاتر أو غيره وتحسن لها سكين أحسن سكنة دبر لكن أعظم من ده توري التوحيد قبل ما تفارق الدنيا توري العقيدة الصحيح عشان تلاقي الله بلا إلي الله عشان الله يجمع أقباء في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وهكذا الزوجة وهكذا وهكذا ناس تنشر دعوة التوحيد وتناصر التوحيد تناصره يا خلا برفعك والله بتجاوز عنك جا زول يتكلم في التوحيد زول منعه قل لي يا زول دا أن نسمع يا زول دا بيت الله تحارب الله في بيته زول دا ري شكر الله في بيته إنت تمنعه تقول لي لا الله ما تشكره هنا قال نادو الله ما تنادو غير الله تعادي له ما يكون موقفك سلبي طوالت ناصر الدين الله بينصرك إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ناس كتاري قل لك نحن ما دارين شي قل لك ما اللهم الناس معشين فوفوف رسول عليه الصلاة والسلام قال في صيح مسلم المسلم أخو المسلم لما مشى في الحديث قال لا يكذبه ولا يخذله مسلم دا ما بيخذل المسلم الموقع والموضع الفيه نصر ما بيخذل فيه والعداء على أهل التوحيد بدري بدري والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم كفار ديل والملك الكان كافر بدعوا الناس لتعظيموا مشكلت مع المسلمين ديل شنو الرماهم في النار في الأخاديد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد عزيز منتصف بالعزة حميد منتصف بالمحامد منزه عن القبائح والنقايص سبحانه وتعالى وذلك تناصر دعوة التوحيد وأهل التوحيد وتصبر وما يعني تناصر لا تبقى في جماعة ما تبقى في أي جماعة لا تبقى أنصار سنة لا تبقى صوفي لا تبقى حزب أمة لا تبقى أخو مسلم لا تبقى جماعة تبليغ أبقى مسلم مستقيم وذي كلمة أنا أختم بها في القبر بسالوك أربعة سلة أربعة والأربعة ذي في حديث البراء رضي الله عنه في مسنة إمام أحمد وفي سنن الترمذي السؤال أول من ربك؟ الجواب ربي الله دا أعظم سؤال ما ركز سؤال التاني ما دينك؟ والجواب ديني الإسلام السؤال التالت من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ومن نبيك؟ هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الرابع ما علمك؟ كلام دا جبت من وين؟ الجواب قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت لو زول فلاح مزارع في الخلق تاجر بصل في الملجة سواك بتاع عربية شغال عامل في مصنع عالتالي في السوق لو أمي ما بعرف اكتب ولا اقرأ لو أطرش أبكم موحد وفي الدنيا دي كان على الاستقامة الله بوفقه يجاود ولو زول أبلغ خلق الله وعنده دكتورة في اللغة العربية وبروفيسير في الدراسات الإسلامية ويشرح الدين من أوله إلى آخره وهو يخالفه وخاصة في العقيدة والتوحيد لا يستطيع الجواب ولو كان أبلغ الناس وأفصح الناس في الدنيا الدليل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلاء أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابا ويجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سر المتقابلين ترجمة نانسي قنقر